أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف الأول متوسط وهو بعنوان الحبليات ومجموعاتها الجزء الثاني وبالتحديد البرمائيات والزواحف وسيقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي قبل الانتقال لتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم أولاً تصنيف كل من البرمائيات والزواحف أيضاً سوف نتعلم وصف كيف تكيفت البرمائيات للعيش في الماء وعلى اليابسة وكذلك سوف نتعلم توضيح التغيرات التي تصاحب تحول الضفداء كما سنتعلم أيضاً المقارنة بين أنواع الزواحف وكذلك سوف نتعلم وصف التكيفات التي تساعد الزواحف للعيش على اليابسة إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس فكونوا معنا نشاهد في هذه الصورة حيوان يسمى الضفداء هل تستطيع تصنيف هذا الحيوان؟ تصنف الضفداء ضمن مجموعة صغيرة تسمى البرمائيات والبرمائيات تتبع للفقاريات والفقاريات تتبع للحبليات إذن كما نلاحظ أن الضفادع هي حيوانات برمائية فقارية وتتبع للحبليات كما يوجد أمثلة أخرى للبرمائيات مثل العلجوم وأيضاً السلمندر المرقط بالأحمر وعندما نريد أن نقوم بتصنيف هذه الحيوانات نستطيع أن نقول أن الضفادع هي من البرمائيات وأيضاً تتبع للفقاريات والفقاريات تتبع إلى الحبليات إذن من الأمثلة على البرمائيات الضفادع والعلجوم وأيضاً السلمندر المرقط بالأحمر لماذا سميت البرمائيات بهذا الإسم الضفادع حيوان برمائي يعيش حياه مزدوجة حيث يقضي جزءاً منها في الماء وجزءاً آخر على اليابسة وجميع البرمائيات تعيش بالطريقة نفسها ومنها العلجوم والسلمندر المرقط بالأحمر فهي تعيش حياه مزدوجة بين اليابسة والماء ولذلك سميت بالبرمائيات إذن كما نلاحظ نشاهد هذه البرمائيات تعيش حياه ازدواجية بين اليابسة والماء يختلف العيش على اليابسة عما هو في الماء فاليابسة يكون فيها التغير في درجة الحرارة أسرع في الهواء منه في الماء وهذا قد يؤثر على حياة البرمائيات الأكسجين يتوافر بكميات أكبر في الهواء والهواء لا يستطيع دعم وزن الجسم للبرمائيات كما هو في الماء إذن نلاحظ يوجد بعض الظروف المختلفة على اليابسة وفي الماء فكيف استطاعت البرمائيات التكيف للعيش على اليابسة وفي الماء البرمائيات حيوانات متغيرة درجة الحرارة أي أنها تتغير حرارة أجسامها تبعا للبيئة المحيطة بها فكيف تتكيف هذه البرمائيات مع تغيرات درجة الحرارة للبيئة المحيطة بها تتخذ البرمائيات وسائل للتكيف منها البيئات الشتوي والبيئات الصيفي إذن كيف يحدث البيئات الشتوي في البرمائيات؟ في المناطق الباردة خلال الشتاء تقوم الضفادع بدفن نفسها في الطين أو بين أوراق الشجر ويقل نشاطها كثيراً مع انخفاض درجة الحرارة لأجسامها متخذة سلوك يسمى البيئات الشتوي وهو عبارة عن فترة الخمول في أثناء الطقس البارد تجنباً لانخفاض درجة الحرارة أما البرمائيات التي تعيش في المناطق الحارة فتختبئ في فصل الصيف في مناطق أكثر رطوبة تحت الأرض وتدخل في مرحلة من الخمول تعرف باسم البيئات الصيفي وذلك تجنباً لارتفاع درجة حرارة الجو وجفاف الهواء ما هو تركيب البرمائيات؟ كما تلاحظ نشاهد هذا الضفداء وهو يحوي تراكيب داخلية في جسمه فماذا تشاهد من تراكيب توجد في هذا الضفداء؟ تمتاز البرمائيات بهيكل عظمي مكون من العظام ويعمل الهيكل العظمي على دعم أجسام البرمائيات في أثناء وجودها على اليابسة كيف تستطيع الضفادع والعلاجم القفز والانتقال من مكان إلى مكان آخر الفرد المكتمل للنمو من العلاجم وأيضاً الضفادع لها أرجل خلفية قوية تساعد هذه البرمائيات على القفز وأيضاً السباحة كيف تستطيع البرمائيات المكتملة في النمو على القيام بعمليات التنفس؟ تستطيع ذلك عن طريق الرئات الموجودة في البرمائيات حيث تستخدم البرمائيات المكتملة النمو رئات بدلاً من الخياشيم لكي تقوم بعملية تبادل الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون وهذا تكيب مهم للعيش على اليابسة للبرمائيات قلب يتكون من ثلاث حجرات ولذلك فإن الدم المحمل بالأكسوجين يختلط مع الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون مما يجعل كمية الأكسوجين التي ينقلها الدم أقل من المقدار المطلوب والذي يحتاجه البرمائي لذلك تعوذ البرمائيات هذا النقص بالحصول على الأكسوجين من خلال جلدها الرطب كمصدر ثاني للحصول على الأكسوجين تستطيع البرمائيات العيش على اليابسة مدة طويلة لكن تحتاج أن تبقي جلدها رطبا لتبادل الغازات كيف يستطيع الضفدع مشاهدة هذه الذبابة أو سمعها؟ لقد تكيفت حاستاء السمع والبصر لدى هذه الحيوانات البرمائية للعيش على اليابسة فطبلة الإذن فيها تهتز استجابة للموجات الصوتية أما عيناها الكبيرتان تساعدها على مشاهدة وتحديد فرائسها والإمساك بها ما الذي تستخدمه البرمائيات لكي تصبح قادرة على صيد فرائسها؟ توفر بيئة اليابسة أنواع مختلفة من الحشرات التي تتغذى عليها البرمائيات فالبرمائيات مزودة بلسان لزج طويل قادر على الاندفاع بشكل سريع وخاطف للإمساك بالحشرات وسحبها بسرعة إلى داخل الفم كيف تحدث دورة الحياة في البرمائيات؟ تمر دورة الحياة في البرمائيات بتغيرات تسمى التحول في البرمائيات فمعظم البرمائيات ومنها الضفادع تعيش على اليابسة إلا أنها تعتمد في بداية حياتها على الماء حيث تضع إناث الضفادع بيضها في الماء وعندما يفقس البيض بعد مدة تخرج منها حيوانات صغيرة تشبه الإرقاد تعرف باسم أبيذ نيبة وهي لا تحتوي على أرجل وتتنفس بواسطة الخياشيم ومع مرور الوقت يدخل تركيب أجسام الصغار طورا آخر بحيث تتناسب مع حاجات الحياة على اليابسة فتتكون الأرجل والرئات ومع مرور الوقت يكتمل نموها حتى تصبح مكتملة النمو يحدث الإخصاب في البرمائيات خارج الجسم كما هو الحال في الأسماك لذا فهي تحتاج إلى الماء للتكاثر مستخدمات البرك والمستنقعات وفي بعض الأحيان تضع البيض في مياه الأمطار المتجمعة على الأوراق فاطمة أنت هنا وأنا أبحث عنك في كل مكان تعال يا سالم لتشاهد هذا الضفضع العجيب إنه يقفز على اليابسة ويمكث بها كثيرا وكذلك في الماء وهل تعلمين إلى أي تصنيفات ينتمي هذا الضفضع يا فاطمة؟ ينتمي إلى البرمائيات ولكن ما لا أعرفه هو سبب تسميتها بهذا الاسم سميت البرمائيات بهذا الاسم لأنها تستطيع أن تعيش جزءا من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة وهل هناك حيوانات أخرى تستطيع أن تفعل ذلك غير الضفضع؟ بالطبع فيوجد أيضا العلجون السلمندر السيسليان ولكن معيشة الحيوانات في بيئتين مختلفتين كالماء واليابسة يتطلب خصائص كثيرة لتستطيع تحقيق ذلك أليس كذلك؟ سأجيبك أنا عن هذا السؤال يا فاطمة مرحبا يا جدي مرحبا بكم جسم البرمائيات مزود بهيكل داخلي من العظام يساعد في دعم الجسم خاصة عند وجودها على اليابسة تتنفس البرمائيات بواسطة الخياشيم في أطوار حياتها الأولى عندما تكون في الماء ثم تحل محلها الرئات كوسيلة للتنفس وأحيانا يساعد جلد البرمائيات في حصولها على الأكسجين كمصدر ثاني ولذلك يلزم أن يبقى الجلد رطبا وماذا عن جهاز الدوران في البرمائيات يا جدي؟ هل هو جهاز دوران مفتوح أم مغلق؟ تمتلك البرمائيات جهاز دوران مغلقا أما القلب فمكون من ثلاث حجرات أذينين وبطين ويتسبب وجود بطين واحد في اختلاط الدم المحمل بالأكسجين O2 مع الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون CO2 مما يقلل كمية الأكسجين التي ينقلها الدم إلى خلايا الجسم ويتم تعوض ذلك بالحصول على الأكسجين من خلال الجلد جدي هل يمكنني أن أذكر كيف تتغذى البرمائيات؟ فلقد شاهدت الضفضع منذ قليل وهو يتغذى تفضل يا فاطمة تتغذى البرمائيات على استياد الحشرات عن طريق لسانها المجهاز لذلك ولا تنسى يا فاطمة أن هناك بعض الحواس التي تساعدها على ذلك كالعين الجاحظة والأذن معلومات قيمة يا أحفادي ويجب أن تعلم أيضا أن من ضمن خصائص البرمائيات أنها من ذوات درجة الحرارة المتغيرة أي ترتفع درجة حرارة جسمها بارتفاع درجة حرارة الوسط الذي توجد فيه وتنخفض بانخفاضها ولكني لا أرى الضفاضع في فصل الشتاء فأين تذهب يا ترى؟ الضفاضع كغيرها من البرمائيات تلجأ إلى البيات الشتوي في الفصول ذات الانخفاض الشديد في درجة الحرارة وما هو البيات الشتوي؟ وهو فترة خمول تنام فيها بعض الحيوانات خلال الشتاء فنجد البرمائيات تدفن نفسها في الطين أو تحت أوراق الأشجار وكذلك الدببة التي تخفو في كهوف حتى انتهاء الشتاء وعندما تشتد الحرارة تلجأ الحيوانات ومنها البرمائيات إلى البيات الصيفي وهي فترة خمول تختفي فيها الحيوانات في فصل الصيف جدي ما هذه المخلوقات الصغيرة التي تصبح في الماء بذيولها؟ إنه أبو ذنيبة وهو الطور الأول في حياة الضفضع ويتحول إلى ضفضع يافع بعد ذلك هذا يتحول إلى ضفضع؟ كيف؟ هذا يسمى التحول في البرمائيات ويبدأ هذا التحول مع وضع الأنثى لبيضها في الماء يفقس البيض ليخرج منه صغار تشبه اليرقات تسمى أبا ذنيبة كما ذكرت ليس لها أرجل وتتنفس بالخياشيم وتتحرك بالذيل ثم تنمو ويتكون لها أرجل ورئات بما يناسب العيش على اليابسة ثم يختفي الذنب حتى تتشابه مع الحيوانات اليافعة إنها معلومات مفيدة ولكن أخبرني يا سالم لما كنت تبحث عني؟ آه لقد نسيت تريدك أمي في الحال لتناول الغداء حسنا سآتي معك حسنا نأتي الآن لتقويم مرحلي لما تعلمناه سابقا وهو عبارة عن تثبيت المفاهيم أي الفقاريات التالية تتنفس بالرئات والجلد؟ هل هي البرمائيات؟ أم الأسماك؟ أو الزواحف؟ أو السحالي؟ إذن ما هو الاختيار الصحيح؟ من بين الخيارات الأربعة؟ إذن الإجابة الصحيحة هي البرمائيات فالبرمائيات تقوم بالتنفس بواسطة الريات وأيضا الجلد نأتي أيضا لسؤال آخر وهو اختبر نفسك رتب مراحل التحول لدى الضفداء تبدأ مراحل التحول لدى الضفداء بوضع البيض في الماء وبعد ذلك يفقس البيض ليخرج حيوانات صغيرة تشبه اليرقات تسمى أبي ذنيبة تتنفس هذه الحيوانات بواسطة الخياشيم وليس لها أرجل بعد فترة تتحول هذه الحيوانات الصغيرة إلى حيوانات تملك رئات وكذلك أرجل تمر بعد ذلك إلى مرحلة أخرى لكي يكتمل ويتحول إلى ضفداء مكتمل النمو إذن كما لو لاحظ يمر الضفادع والبرمائيات بعدة تحولات حتى يصبح ضفداء مكتمل النمو يسمى الحيوان الذي تشاهدونه بالأفعى فهل تستطيعون تصنيف هذا الحيوان؟ تتبع للزواحف فالأفاعي هي أحد الأمثلة على الزواحف التي تنتمي إلى الفقاريات والفقاريات تنتمي إلى الحبليات كما تحتوي أيضا الزواحف على مجموعة من الحيوانات مثل التماسيح وأيضا السلاحف وكذلك الضب وأيضا السحلية إذن كما نشاهد مجموعة الحيوانات التي نشاهدها تتبع للزواحف والزواحف بالتأكيد أنها تتبع للحيوانات الفقارية والحيوانات الفقارية تتبع للحبليات فلو أردنا أن نقوم بتصنيف هذه الحيوانات سوف نقول مثلا أن التمساح ينتمي للزواحف والزواحف تنتمي للفقاريات والفقاريات تتبع الحبليات تتميز الزواحف بأن لها أشكال وأحجام مختلفة وأيضا ألوان مختلفة فما هي الخصائص التي تميز الزواحف تتميز الزواحف بأنها حيوانات فقارية وهي متغيرة درجة الحرارة أي أنها تتغير حرارة أجسامها تبعا للبيئة المحيطة بها كما أنها ذات جلد جاف مغطة بالحراشف لا تعتمد الزواحف على الماء في تكاثرها فقد تكيف معظمها بحيث يعيش طوال حياته على اليابسة نأتي الآن إلى أنواع الزواحف فمثلا التمساح أحد أنواع الزواحف ولكن ما هي خصائصه؟ التمساح حيوان مفترس يعيش في الماء أو بالقرب منه وتبني أعشاشها بالقرب من المسطحات المائية وتحمي بيضها حتى يفقس نأتي للنوع الآخر وهي تسمى السحالي ما الذي يميز السحالي؟ تتميز السحالي بأن لها جفون متحركة وأذان خارجية وأرجل وأصابع ذات مخالب وتستخدم السحالي التمويه لتحتمي من الأعداء بحيث تأخذ شكل الأوراق للنبات المجاور أو شكل التربة نأتي للنوع الآخر من الزواحف وتسمى الأفاعي وهي أحد أنواع الزواحف وللأفعى خاصية شم متطورة تقمن هذه الخاصية في عضو متخصص في سقف الفم يحس بالجزيئات التي يتم جمعها باللسان وحركة اللسان المتكررة خروجا ودخولا هي ليست سوى طريقتها الخاصة في شم محيطها وعلى الرغم من أن ليس للأفاعي جفون أو آذان أو أرجل لكنها تستطيع الإحساس عن طريق اهتزاز الأرض كيف تتنفس الزواحف تقوم الزواحف بعملية التنفس بواسطة الرئة فللزواحف رئات لتبادل الغازات حتى الحيات والسلاحف البحرية التي تستطيع البقاء فترات طويلة تحت الماء تحتاج إلى الصعود بين الحين والآخر إلى السطح لكي تتنفس وهذا يدل على أن الزواحف جميعها تمتلك الرئة للتنفس كيف تتكاثر الزواحف تتكاثر الزواحف عن طريق الإخصاب الداخلي حيث تلقح الحيوانات المنوية الموجودة في الذكر البيوض داخل جسم الأنثى لذا فإن الماء غير ضروري للتكاثر في الزواحف ينمو الجنين داخل بيضة تسمى بيضة أمنيونية والتي تقوم الأنثى بوضعها على اليابسة ودفنها فالبيوض الأمنيونية مغطاة بقشور صلبة توفر جزء من الحماية للجنين ويتغذى الجنين بداخل البيضة على المح الذي يسمى صفار البيض وأيضا تحمي القشور كل من الجنين والمح إلى أن تفقس البيضة ويخرج الزاحف الصغير في بعض أنواع الحيات تحتفظ الإناث بالبيض داخل أجسامها حتى يفقس وتخرج صغارها السلام عليكم وعليكم السلام الذي تحمله بين يديك يا عبدالله إنها سلحفا سلحفا نعم إنها نوع من الحيوانات ينتمي إلى فئة الزواحف أعرف أنها سميت بالزواحف لأن هذا الاسم يشير إلى حركتها صحيح فمعظم الزواحف غالبا تتحرك بنفس الطريقة حيث تساعدها أطرافها في الحركة ولكن نستثني منها الأفاعي ولماذا نستثني منها الأفاعي؟ لأنها تزحف على بطنها وليس لديها أطراف للمساعدة في الحركة وهل هناك أنثلة أخرى على الزواحف غير السلاحف والأفاعي؟ نعم فهناك أيضا التماسيح والسحالي كما تظن السحالي كل من الضب والحردون والبرس وكيف تتغذى تلك الزواحف؟ تتغذى على الحشرات والديدان والنبتات وبعضها مفترس يتغذى على بعض الحيوانات ذكر لي معلمي أن أجسام الزواحف مغطات بحراشيف قرنية جافة لا تحتوي على غدد صحيح وهذا النوع من الجلد يمنع فقدان الماء كما أنه يعمل على حماية أجسامها وأين تعيش تلك الزواحف؟ تعيش أغلب الزواحف على اليابسة لكن بعضها يفضل العيش في الماء كالتماسيح وبعض الأفاعي وكيف تتنفس الزواحف التي تعيش في الماء؟ تتنفس بالرئات وهي تصعد للسطح من آن لآخر للتزود بالهواء وهل تتغير درجة حرارة أجسام الزواحف؟ أم أنها من المخلوقات ثابتة درجة الحرارة؟ درجة حرارة أجسامها تتغير بتغير الوسط المحيط بها والذي قد يكون ماء أو هواء أعرف أن الأسماك ليس لها عنق فهل الزواحف كذلك؟ لا فالزواحف لها عنق يسمح لرأسها بالحركة والرؤية على نطاق واسع وهل تعتمد الزواحف على عيونها فقط للتحديد موقع فريستها؟ لا فإن حاسة الشم لديها قوية تسمح لها بتتبع فرائسها كما أن بعضها له آذان ما عدى الحيات فهي تستعيد عن الآذان بتحسس الهتزاز في الأرض وماذا عن تكاثر الزواحف؟ الزواحف وحدة الجنس أي تتميز إلى ذكور وإناث وما نوع الإخصاب في الزواحف؟ الإخصاب في الزواحف داخلي وهذا يضمن حدوث تلقيح للبيض الذي تضاعه على اليابسة وتفقس منه الصغار وبيضها أمنيونية وماذا تقصد بالبيض الأمنيونية؟ هي بيضة تقوم بحفظ جنين الزواحف في بيئة رطبة وهي محمية بقشور صلبة أو جلدية تسمح بحماية الجنين بدرجة كافية كما أنها تحتوي على المح وهو مصدر غذاء الجنين شكرا لك يا عبدالله لقد استفدت اليوم كثيرا نأتي الآن لتقوين مرحلي لما تعلمناه سابقا وهو كالآتي استنتج كيف يساعد الجلد السميك والجاف الزواحف على العيش على اليابسة إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ إن الجلد السميك الذي يميز الزواحف يعمل على تقليل من فقد الماء بالإضافة أنه يقوم بحمايتها من الإصابات ننتقل لسؤال آخر أكمل الجدول التالي الخاص بخصائص الزواحف نبدأ بالخاصية الأولى درجة الحرارة هل الزواحف ثابتة درجة الحرارة؟ أم متغيرة درجة الحرارة؟ الزواحف هي متغيرة درجة الحرارة أي أنها تتغير حرارة أجسامها تبعا للبيئة المحيطة بها ماذا عن أعضاء التنفس؟ كيف تستطيع الزواحف التنفس؟ تستخدم الزواحف الريات في عمليات التنفس كيف تستطيع الزواحف الحركة؟ ما الذي يساعد الزواحف على الانتقال من مكان لمكان آخر؟ لمعظم الزواحف أرجل تساعدها على الانتقال من مكان لآخر باستثناء الأفعى التي لا تحتوي على أرجل ماذا عن الإخصاب؟ هل هو داخلي أم خارجي؟ الإخصاب في الزواحف داخلي حيث تقوم الحيوانات المنوية بتخصيب البويضة داخل جسم الأنثى ما نوع البيض في الزواحف؟ تحتوي بيوض الزواحف على قشور إذا النوع البيض يحتوي على قشرة ناتي الآن لتقييم ختامي ضع الرقم في المكان الصحيح نود أن نقوم بربط العمود الأول بما يناسبه من إجابة صحيحة في العمود الآخر ونبدأ برقم واحد البيات الشتوي اختر ما يناسب مفهوم البيات الشتوي في العمود الآخر البيات الشتوي هي فترة الخمول التي تمر بها البرمائيات في أثناء الطقس البارد ناتي الآن رقم اثنين الإخصاب الداخلي اختر ما يناسب مفهوم الإخصاب الداخلي في العمود الآخر إن مفهوم الإخصاب الداخلي هو عملية تلقيح الحيوانات المنوية للبويضة داخل جسم الأنثى وصلنا لما تعلمناه اليوم تعلمنا اليوم بعض الخصائص التي تميز البرمائيات وأمثلتها بحيث تتمثل البرمائيات في الضفادع والعلاجيم وأيضا السلمندر كما تحتوي أيضا البرمائيات على عدة خصائص منها تحتوي على هيكل داخلي من العظام تتنفس بالخياشيم خلال أطوار حياتها الأولى وعندما تكبر تتنفس بالرئتين وعن طريق الجلد لها الجهات دوران مغلق وتتغذى على استياد الحشرات عن طريق اللسان وتعتبر البرمائيات من ذوات درجة الحرارة المتغيرة كما تستطيع البرمائيات أيضا أن تتكيم مع البيئة المحيطة بها وذلك من خلال السلوك الذي تقوم به سواء كان في البيئات الشتوي أو البيئات الصيفي ويحدث للبرمائيات تحول من خلال وضع الأنثى بيضها في الماء ويفقص البيض ويخرج منه أبو ذنيبه كما تنمو الإرقات وتظر لها الأرجل والرئات لتستطيع العيش على اليابسة يختفي الذنب لتتحول إلى برمائيات بالغة كما تعلمنا أيضا الزواحف التي تقوم بالتكيف مع البيئة الخارجية وذلك من خلال أجسام الزواحف المغطاب بحراشيف قرنية حاسة الشم عند الزواحف قوية تسمح بتتبع فرائسها الزواحف من المخلوقات متغيرة درجة الحرارة حسب الوسط المحيط التي تعيش فيه تتنفس الزواحف بالرئات حتى تلك التي تفضل العيش بالماء وجود عنق للزواحف يوسع نطاق رؤيتها كما تضم أيضا الزواحف مثلا التماسيح وأيضا الأفاعي والسلاحف والسحالي تتميز الزواحف بأنها وحيدة الجنس أي تتميز إلى ذكور وإناث ويحدث الإخصاب داخليا ينتج بعد ذلك بيضة أمنيونية وهي بيضة تقوم بحفظ جنين الزواحف في بيئة رطبة وهي محمية بقشور تسمح بحماية الجنين بدرجة كافية كما تحتوي على المح وهو مصدر غذاء الجنين وصلنا إلى نهاية الدرس على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر